موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استدوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين الوية العمالقة تتقدم في عدد من شوارع وأحياء مدينة الحديدة قوات الجيش الوطري تقترب من مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة قدوء حذر في دمت بعد يوم من انتكاسة ميليشي الإرهاب الحوثية استهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم وصلت قوات ألوية العمالقة تقدمها في شوارع وأحياء مدينة الحديدة بعد معارك عنيفة خاضتها ضد مسلح ميليشي الإرهاب الحوثية في أحياء مدينة الحديدة وقال المركز العلمي لألوية العمالقة إن القوات بقيادة القائد العام لجبهة السحل الغربي أبو زرع المحرمي تمكنت من تطهير شركة العليمي ومخازن التبريد وشركة الحمادي وعدد من المؤسسات في عمق مدينة الحديدة وقامت بتأمينها بعد تحريرها من ميليشي الحوثي وكبدت ألوية العمالقة الميليشي الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث استهدفت عددا من القناصة الذين كانوا يعتلون أسطح المباني ويتمترسون خلف اللوحات الإعلانية في الشوارع والمحال التجارية ولقي العشرات منهم مصرعهم يذكر أن ألوية العمالقة تقوم بتأمين المؤسسات الحكومية والخاصة بعد تطهيرها من ميليشي الحوثي الإرهابية عمدت ميليشي الحوثي الإرهابية إلى ارتكاب سلسلة من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين من أبناء الحديدة منذ سيطرتها على المحافظة استمرأت صمت المجتمع الدولي وتجاهله لمناشدات المدنيين الذين تصبوا الميليشي الحوثية عليهم حمام الموت والدمار بشكل يومي المزيد في التقرير التالي تمتد وحشية ميليشيات الحوثي في مناطق مختلفة من تهامة مكانا أما زمانا ففي كل يوم تحدث دمارا وترتكب مجازرا بحق الإنسانية أغفرنا الحوثيون بما ترون هدايا غاية في الروعة تتمثل بهذه القضائف التي بوعت أطفالنا وهدمت منازلنا قتلت مواطنين سجدا في مساجدهم واختطفت أرواح أطفال وهم يلعبون وتركت في كل بيت دمارا وفي صدر كل أم فاجعة هنا في التحيطة وحيس والخوخ والدريهم ومناطق الجاح وقرى شرق المطار وكيلو ستة عشر وقرية منبر وكل مناطق يحررها الجيش تستهدفها الميليشيات بقذائف الموت شوفوا يا عالم هذه هدايا العوثين لأطفال الجهيتاء كارثة إنسانية حاضرة في كل هذا الخراب ساكنة في حدقات طفولة دمرت ميليشيات الحوثي ألعابهم ومدارسهم ومستقبلهم وصارت مخلفات الموت الذي ترسله له بالميليشيات في أيديهم مخلفة في صدورهم أسئلة بأي ذنب تقتلنا الميليشيات تقول إحصائيات بأن ميليشيات الحوثي قتلت وجرحت قرابة ألف من أبداء اتهامة معظمهم من النساء والأطفال دون أن تلقى مناشدات هؤلاء السكان ضمير أممي دأب على تلقف تقارير الكذب والزور وتتجاهل مأساة هؤلاء الأبرياء دما ينزف كل يوم على يد ميليشيات الإرهاب الحوثية ولا من مجيب عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة أظهرت كاميرا المركز الإعلامي التابعة لألوية العمالق الصور الأولى لميناء الحديدة الاستراتيجية الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية منذ ثلاث سنوات ونصف الأمر الذي يشير إلى اقتراب قوات الشرعية من الميناء الذي ظلت ميليشي الإرهاب الحوثية تعيث فيه فسادا ويعد ميناء الحديدة المنفذ الرئيسي الذي كانت تتلقى منه الميليشي الدعم الإيراني وعبره يتم تهريب الأسلحة للميليشي الحوثية وتشير المعلومات الميدانية إلى أن قوات الشرعية أصبحت اليوم على بعد خمسة كيلومترات من البوابة الشرقية للميناء بعد تحرير المزيد من شارع التسعين وتطويقها لمدينة الصالح قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن طيار ترك المالكي إن عمليات تحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي تسير بوتيرة عالية وأحرزت نتائج نوعية خلال الأيام الماضية حيث باتت القوات اليمنية المشتركة وبمساندة التحالف تحاصل العناصر الحوثية من الجنوب الغربي والجنوب والشمال الشرقي للمحافظة وأشار المالكي إلى أنه تم تحرير كيلو ثمانية وكيلو عشرة حتى شرق مدينة الصالح فيما تحاول الميليشيا استخدام المباني المرتفعة للقناصين ووضع الأسلحة المضادة للطائرات أوضح العقيد المالكي إن العمليات العسكرية تهدف إلى ضرب قدرات الميليشيا الحوثية والضغط عليها من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن بحري عبد الله النخعي إن العمليات العسكرية في جميع الجبهات تسير وفق الخطة المعدة من قيادة التحالف العربي لدعم شرعية والحكومة اليمنية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأوضح النخعي للشرق الأوسط إن القطاعات العسكرية كافة وقوات التحالف العربي تعمل ضمن فريق واحد وبتنسيق دائم ومستمر في جميع الجوانب والنواحي العسكرية وأشار الفريق النخعي إلى أن هيئة الأركان تعمل على إعادة تأهيل القوات البحرية وتسير بخطوات ثابتة وسيكون لذلك مردود كبير على الأداء العسكري للجيش والقوات البحرية كما تقوم قوات التحالف لدعم شرعية في اليمن بعمليات تدريب وتأهيل وتوفير للإمكانيات وقال النخعي لدينا توجه للتطوير من خلال خطة وضعت بالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية ونوها إلى وجود هيكل معتمد للهيئة يشمال الكثير من التغييرات وسيجري إشغال مناصب عسكرية فيه وأكد أن هيئة الأركان لن تستغني في المرحلة المقبلة عن أي كادر يمني في المجالات العسكرية كافة وستعمل على الاستعانة بكل الخبرات الموجودة لإعادة بناء القوات المسلحة على أسس علمية حديثة ويكون لهذه القيادات والكوادر دور في التطوير والتحديث لقيا سبعة من عناصر ميليشي الإرهاب الحوثية مصرعهم اليوم وجريح عشرات آخرون إثر تواصل العمليات العسكرية لليوم الثالث على التوالي والتي يخوضها الجيش الوطني في مركز مديرية باقم شمال محافظة صعدة وأكد ركن التسليح في اللواء الخامس حرس حدود العقيد وليد الصالحي في تصريح لسبتمبر نيد بأن قوات اللواء الخامس حرس حدود شنت عملية عسكرية تكللت بالسيطرة على نقطة السداد وإحكام السيطرة نيرانيا على مثلث باقم ولم يعد يفصل قوات قواتهم عن إدارة أمن باقم سوى كيلو واحد فقط وأشار الصالحي لأن عناصر الميليشي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأكدا مصرع سبعة من عناصرهم أثناء محاولتهم صد تقدم قوات الجيش الوطني وجرح عشرات آخرون لافتا إلى أن مقاتلات التحالف تواصل عمليات الدعم الجوي المكثف والتي أسفرت عن تدمير ثلاثة آليات ثلاث آليات كانت قادمة من مركز المحافظة كتعزيزات للميليشي الحوثية المحاصرة من ثلاثة محاور إلى ذلك دعا العميد صالح قروش قائد اللواء الخامس حرس حدود أبناء صعدة عموما وباقم خصوصا بسرعة التخلي عن ميليشيا الموت الإرهابية الحوثية والانضمام للجيش الوطني أو التزام الحياد لافتا إلى أن الجيش سيصدر عفوا شاملا عن كل من لم تتلطق يده أو يديه عن كل من لم تتلطق يداه بدماء اليمنيين مثمنا عمليات الإسناد المكثفة لقوات التحالف العربي التي ذللت كثيرا من الصعوبات في عملية الحسن اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشي الإرهاب الحوثية في مدرية الزاهر بمحافظة البيضاء وقالت مصادر ميدانية ان اشتباكات اندلعت عقب هجوم للمقاومة في جبتي لجردي والحبج على مواقع الميليشي الحوثية المتمركزة في منطقة الجماجم بمديرية الزاهر اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشي الحوثي في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وافادت مصادر ميدانية ان مواجهات عنيفة اندلعت بمختلف الاسلحة بين قوات الجيش والميليشي الحوثية في مواقع المخابئ والقطور وحمة اليسبل الوهبية في جبهة قانية واكدت المصادر سقوط قتلى وجرحة في صفوف ميليشي الحوثي خلال هذه المواجهات قالت مصادر عسكرية في دمت بمحافظة الضالع انه دوءا حذرا شهدته مناطق التماس في قرية الحقب واطراف دمت طوال ساعة اليوم عقب الانتكاسة الكبيرة التي منيت بها الميليشي الحوثية بمعركة يوم أمس وخسرت الميليشي عددا كبيرا من مقاتليها بينهم مدير أمن المحافظة المعين من قبل الحوثيين العقيد هشام الغرباني ومدير عمليات المحافظة ومرافقي ظهر أمس وسط أنباء عن خلافات حادة وتبادل تهم بين القيادات وتعيش الميليشي الحوثية حالة انهيار وانهزام تام جراء الهزائم والانتكاسات المتلاحقة وفرار أعداد كبيرة من المجامع التي دفعت بها الميليشيا من المحافظات المجاورة يتي ذلك في ظل وصول تعزيزات كبيرة لقوات الجيش الوطني من عاصمة المحافظة بينهم وحدة تدخل أو بينها وحدة تدخل وحدة تدخل من قوات الحزام الأمني بقيادة العميد أحمد قايد والقوات الخاصة بقيادة العميد عبد الحالمي وبإشراف من وكيل المحافظة المساعد العميد أحمد البلعسي نوعدكم بأنه في القريب العاجل سنتحمم جميعا في دم دمت ليست الحدف الرئيسي الحدف ما وراء دمت أما دمت تعتبر الآن في الجيب تواصلا لجهود تطبيع الحياة في محافظة تعز وتفعيل المؤسسات الأهلية ورسمية سلم اللواء 17 مشاه اليوم مبنى مركز الأمل للتوحد في منطقة الحصب غرب مدينة تعز بحضور اللجنة الرئاسية وبعد إجراء الكثير من الترميمات والإصلاحات بداخله بعد الحرب متابع لا زالت مدينة تعز تتعافى وتستعيد ألقها باستعادة مؤسساتها العامة والخاصة لخدمة المجتمع وخاصة الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى الوقوف إلى جانبها فاليوم قام اللواء 17 مشاه لتسليم المبنى الذي كان يشغله كمقر للقياد بمنطقة الحصب غرب مدينة تعز ليشغله من اليوم مركز الأمل للتوحد وسط ترحيب كبير من هذه الفئة والمشرفين عليهم وقد تم تسليم المبنى بحضور اللجنة الرئاسية المشكلة من رئيس الجمهورية ما زلنا نقوم بتسليم مؤسسات ومنشآت داخل مدينة تعز آخرها المركز التقاري واليوم نحتفل بتسليم مركز الأمل للتوحد في هذه المحافظة بدأنا بمؤسسات الخاصة والمباني الخاصة وتسليمها نفذنا توقيهات رئيس اللجنة الرئاسية بتنفيذ أوامر بخروجنا من هذا المنبنى وتسليمه إلى أبناءنا الطلاب مدرسة الأمل للتوحد أبناءنا المعاقين الناس هؤلاء يجب أن يقدروا وتهتم في بهم الدولة وكذلك نحن نساعد معهم من أجل هذا فلدات أكبادنا وهذا واجب علينا مهمة الجيش الوطني الجبهات وحراسة الوطن ومهمته خدمة المجتمع أيضا والعمل الإنساني يجب أن يتربى عليه الجميع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة أيضا واليوم اللواء 17 مشاه يفخر بأنه سلم هذه المباني الكبيرة كما هي لم تنهب ولم تخرب ولم تمتد إليها يد لأنها ملك للوطن وللأجيار القادمة وهذا ما يحب أن يراه أبناء هذه المدينة من جيشها وأمنها دياسيا قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر إن انقلاب ميليشي الإرهاب الحوثية تجاوز الإضرار باليمنيين إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي من خلال استهداف الملاحة الدولية وأشار نائب الرئيس أثناء لقائه وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إلى الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمنيون جراء انقلاب ميليشي الحوث المدعومة من إيران واستيلائها على السلطة وتعطيلها للخدمات وتعمدها إرهاب وإفقار واستهداف المدنيين ونهب رواتبهم ومقدرة الدولة واحتكار المساعدات الإغاثية والإيوائية وأكد نائب الرئيس حرص الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية على تحقيق السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 وثمنها نائب الرئيس الدورة البريطاني في رعاية التحول السياسي في اليمن ضمن الدول الرعية للمبادرة الخليجية وموقفها الداعم لشرعية وقال نائب الرئيس إن هناك مسؤولية كبيرة تقاوى على عاتق المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ومن ضمنهم الأصدقاء البريطانيين في تنفيذ القرار الأممي 22-16 بما من شأنه مصلحة اليمن واليمنيين وإرساء السلام والأمن الدوليين من جانبه أكد الوزير هانت رغم دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن وجهود المبعوث الأممي وحرصها على إيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية بحث نائب رئيس الجمهورية الفريق ركن علي محسن الأحمر اليوم مع السفير الأمريكي لدى بلادنا مثيو تولر المسجدات على الساعة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ثمن نائب الرئيس الموقف الأمريكي الداعم لشرعية ولأبناء الشعب اليمني والعلاقات التاريخية بين بلادنا وأمريكا وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن المهمة الملقاة على عاتق المجتمع الدولي والشركاء الدوليين الدوليين وفي مقدمته من أصدقاء الأمريكان وتنفيذ القرار الدولي 22-16 باعتباره مدخلا رئيسيا لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة مشيرا إلى استمرار تعنت الانقلابيين الحوثيين واستهتارهم بالجهود الأممية ورفضهم اغتنام فرص الحوار والسلام وأجدد نائب رئيس نعم الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتين غيريفيث لإحلال السلام وفق المرجعيات وتتعامل بإيجابية مع كل جهود السلام وفق المرجعيات الثلاث ولفت نائب رئيس الجمهورية إلى أن شرعية اليوم وبدعم الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية يتولون إدارة ملفات مهمة تأتي في مقدمتها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وتحجيم التدخل الإيراني التخريبي ومحاربة الإرهاب والتطرف علاوة على الجهود المبذولة في الحد من تدهور الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين من جانبه أكد السفير الأمريكي دعم بلاده للحكومة الشرعية وإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية من خلال دعم جهود المبعوث الأممي ودعم الجهود الإنسانية بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اليوم في عدن مع فريق الأمم المتحدة الإنمائي المسردات على الساحة الوطنية والأنشطة الإغاثية والإنمائية للأمم المتحدة في اليمن وأشهد رئيس الوزراء بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن وأكد على أهمية تعاون الحكومة مع البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفساد والفقر وتوفير الحماية والصحة والوقاية من الأوبئة والأمراض وفي مرحلة إعادة الإعمار بدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من جهة أكد الفريق الأممي حرصه على العمل مع الحكومة اليمنية فيما يحقق الفائدة المرجوة لليمنيين الذين بات معظمهم بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية مع ترد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية دعا وزير الخارجية خالد حسين اليمان الأمم المتحدة إلى التعاون مع الحكومة اليمنية في دعم وتعزيز عمل البنك المركزي اليمني وتمكينه من تقديم خدماته للجميع المواطنين في كافة مناطق الجمهورية بحث وزير الخارجية مع المبعوث الأممي لليمن مارتين جريفث سبل الكفيلة السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في اليمن وإجراءات بناء الثقة وعقد مشاورات سياسية لإنهاء الانقلاب وتنفيذ مرجعيات التسوية السياسية وأكد اليمن دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الأممي وخطته لإحلال السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار في اليمن من جانبه أوضح جريفث إن جهوده ستستمر حتى تحقيق السلام في اليمن وثمن تجاوب الحكومة اليمنية مع رؤيته للسلام المنشود ومتطلبات تحقيقه بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق علاقات الشراكة بين بلادنا ودول مجلس التعاون الخليجي والجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار واستعرض اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض قطوات التنسيق المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والدفع بمزيد من الدعم من أجل تلبية متطلبات بلادنا وخصوصا في مجال مشاريع التنمية وأشهد الوزير السعدي بجهود دول مجلس التعاون في دعم اليمن ومساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار التقى نائب رئيس مجلس النواب محمد الشداد اليوم السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو وتطرق الشداد للترتيبات الجارية لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار نقل المجلس على النحو الذي يعزز من تمكين عمل المؤسسة التشريعية بعد أن اكتمل النصاب القانوني لانعقاد المجلس من أعضاء مجلس النواب المؤيدين للشرعية وأشار إلى أن ميليشي الحوث الانقلابية تمارس على بعض أعضاء مجلس النواب الذين لم يتمكنوا من الخروج من صنعاء المضايقات والإقامة الجبرية نشرتنا مستمرة وفيها اكلاف متفجرات زرعتها الميليشي الحوثية في مدرسة أطفال الحكومة توزع مئة قارب صيد على صيادي شبوة نفذ مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن اليوم عملية إتلاف عشرة صواريخ وقنابل كانت مزروعة في مدرسة للأطفال في مديرية الجدعان بمحافظة مأرب وقال مدير عن مشروع مسام وسام القصيبي إن خبراء المشروع نفذ اليوم أربعة عمليات تفجير القنابل والصواريخ التي سبق ونزعتها الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام من مدرسة خالد بن الوليد في منطقة مدغل بمديرية الجدعان التابعة لمحافظة مأرب أكد القصيبي إن عمليات الإتلاف والتفجير للألغام ومخلفات الحروب مستمر وخلال الأيام القادمة سيتم تنفيذ عدد من عمليات التفجير والإتلاف في عدد من المناطق التي تنتشر فيها فرق نزع الألغام التابعة لمشروع مسام دعا المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة إبكافة أبناء المحافظة إلى القيام بهبة شعبية قوية لمساندة معركة الخلاص من ميليشي الحوثي ودعا بيان صادر عن المجلس القيادة السياسية ودول التحالف إلى سرعة اتخاذ قرار الحسم العسكري ورفع الظلم عن الشعب اليمني من جهة حية رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بإب العميد عبد الحكيم المراد أبطال الجيش الوطني في كل الجبهات وفي محور إب المرابطين في الجبهة الشرقية للمحافظة وأبطال الجيش من أبناء محافظة الضالع ودعا المراد في تصريح صحفي أبناء المحافظة إلى رص السفوف والوقوف جنبا إلى جنب مع تحركات أبناء الجيش الوطني في معاركه المستمرة لاستكمال عملية التحرير أقدت السلطة المحلية لمحافظة ذمار يوم أمس في مأرب الاجتماع الدورية للمكتب التنفيذي برئاسة محافظ المحافظة اللواء علي بن محمد القوسي محافظ المحافظة لمناقشة أوضاع المحافظة في ظل سيطرة الميليشي الإنقلابية ودور المكاتب الحكومية في مساندة الجيش والمقاومة في معركة التحرير وأشار اللواء القوسي لأن الوطن في مرحلة حرب وإن مهمة السلطة المحلية في المحافظة خلال هذه الفترة هي مساندة الجيش والمقاومة والحشد إلى محور ذمار ولواء المجد بمعسكر أمريش استعدادا لمعركة تحرير ذمار ودعا القوسي أبناء محافظة ذمار إلى المشاركة بفاعلية في معركة تحرير البيضاء وشدد الاجتماع إلى أهمية التخفيف من معاناة المواطنين وقال إن ذمار هي المحافظة الوحيدة التي رفضت فرض رسوم السلطة المحلية على مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية حرصا على عدم استغلالها من قبل الميليشيا وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية أقامت السلطة المحلية ومجلس مقاومة محافظة ذمار حفلا تكريميا لجرحى وأسر شهداء الجيش الوطني التفاصيل في التقرير التالي برعاية من محافظ محافظة ذمار اللواء علي محمد القوسي وبمناسبة الانتصارات التي يحاققها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات أقامت السلطة المحلية ومجلس مقاومة ذمار حفل تكريم أسر شهداء وجرحى المحافظة أبناء محافظة ذمار كغيرهم من أبناء الجمهورية قدموا قوافل من الشهداء والجرحى في معركة السعادة الدولة وتحرير الوطن من براثل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران محافظة ذمار قدمت كثيرا من شهداء الأبطال في جميع الجبهات في سرواح وفي نه وفي الجوف وفي الظالع وفي كل الجبهات وفي حفل تكريم والقيت كلمات أكدت على أهمية الاهتمام بالجرحى والوقوف إلى جانبهم فقد كانوا سدا منعا وحصنا قويا في مواجهة الميليشيا الحوثية أنا الشهيد وهبت نفسي مقبلا لا مدبرا يا موطني وفدائي قد بعت نفسي للمهيمين فاشترى وتطايرت في مترسي أشلائي فأنا الشهيد لأجلكم يا هل ترى من بعد موتي كيف هم أبنائي وقد أشهد الجرحى بالسلطة المحلية ومجلس مقاومة ذمار لما لمسوه من اهتمام بالغ من قبلهم نشكر السلطة المحلية بمحافظة الذمار على اهتمامهم بالجرحى بسرع الشهداء والجرحى وكما ندعوهم لمزيد من الاهتمام بأسرة الشهيدة والجرحى وفي نهاية الحفل الذي يأتي أيضا ابتهاجا بعيد الثلاثين من نوفمبر المجيد تم تكريم ثلاثمائة وثمانية عشر جريحا وأسرة شهيد بمبارغ مالية وشهادات تقديرية نظم مواطنون في محافظة أبيا وقفة احتجاجية للمطالبة بنقل مبنى الأمن السياسي من وسط المدينة وقال المحتجون إن هذا الجهاز الأمني الهام يجب أن يكون بعيدا عن منازلهم ومدارس أبنائهم مشيرين إلى تضررهم من اعتداءات واشتباكات سابقة وقعت بين أفراد الجهاز ومهاجمين الأمر الذي يعرض المدنيين للخطر إلى ذلك قامت قوة أمنية من قوة التدخل السريع بتفريق الوقفة الاحتجاجية بالقوة واعتقال اثنين من المحتجين وهم عبد الربعزان وعلوي العويني نحن لسنا ضد الأمن والأمن هو مطلبنا الرئيس في كل الحالات ولكن يعني أنه يكون داخل المدينة وسط المدارس وسط المنازل وسط البيوت وهذا خطر قد حددنا من قبل وقد كانت أنه يعني سوابة كثيرة المسلم لا يلدق من الجحر مرتين وهذا يعني شريعة إسلامية أنه لا يمكن أن نتقبل هذا الوضع نطالب بأخراج الأمن السياسي فقط من وسط المدينة وسط طلابنا وسط أهلنا وسط بيوتنا إلى منطقة تبعد زي الأمن المركزي زي هذا في أماكن بعيدة لا ينضر الأمن بوجود الأمن السياسي خارج وزي المعسكرات الأخرى هذا مطلبنا الرئيسي لكن أنه يكون في هذا الموقع هذا الموقع ضرنا كثير يعني والرئيس بنفسه ومحابط أبيان وضحجر الأساس المستشفى السالمين ليش يرفضوا الأمور كل هذه لي يرفضوا نحن مطالبنا واضح لا نريد أمن سياسي وسط المحافظة لا نريد أي معسكر بغض النظر عن أمن سياسي أي معسكر داخل المدينة لا نريده الأمن السياسي موقعه يعني خطير جدا من القرب مدرسة 22 مايو ومدرسة خولة للبنات ومن الشرق روضة 14 أكتوبر بغض النظر على المنازل الأخرى خطر كبير يهدد وقد تعرضت يعني في مثل هذا في مثل محاولات كثيرة وطلعوا فوق المدرسة وضربوا الأمن السياسي من فوق المدرسة والطلاب موجودين وكانوا الطلاب بعضهم تخافز من فوق المدرسة وبعضهم يعني خطور وفي مصاويم من الحافة نتيجة أمن السياسي وجوده هنا وجود الأمن السياسي خطر كبير خطر كبير لن نسكت عليه ولا نقبل العابة لن نحن طالب من السلطة المحلية والمحافظ أن يبنوا أنه مش يشفى حزب ما وعدونا وبنوا الحقر أساس بحيث هذا الأمن السياسي ضرار لأبناء المدينة زنكوبار بحيث أنها واقعة بين المدرستين وقد تعرضت أهداف التحالف لما كانوا مسيطرين عليها لتنظيم الغاعدة من قبل وضررت المنازلنا وتدمير جميع المنازل لداخل محافظة أبيان زنكوبار ونحن طالب السلطة المحلية أن يبنوا مش يشفى لداخل محافظة أبيان لكون خدمة الناس والمواطنين نطالب السلطة المحلية والمحافظ بتنفيذ ما قام به بحقال أساسي أساسي أنه ببناء مستوصف للطفول الأمومة بالنسبة للأمن السياسي نحن لا نريد أن لدينا أي معسكر كون هذه المعسكرات سببت النار أضرار كثيرة وضرت البيوت المنازل وفي ناس قرحة منظرهم أنا قريح نسي تم استفت ولهذا نريد أن نريد أي معسكرات داخل هذه الأحارة وكونها تقع هذه المعسكر بين مدرستين مدرست 22 مايو والروضة ضمن سعيها الحثيث لإعادة دوران عجلة التنمية دشنت الحكومة اليوم في محافظة شبوى توزيع مئة قارب للصيادين المتضررين من أعصار تشابالا وإعادة تحسين القطاع السمكي حتى يسترد عافيته المزيد في سياق التقرير التالي من هنا وقبل ثلاثة أعوام مر إعصار تشابالا الذي أشتاح عددا من مناطق مديرية رذوم بمحافظة شبوى مطلع شهر نوفمبر من عام 2015 ملكيا بذلاله على قطاعات عدة في المديرية ومن بينها قطاع الأسماك الذي يعد الأكثر تضرورا إذ جرفت السيول الناجمة عن الإعصار قوارب الصيادين مع محركاتها ومعدات الاستياد في كرة عرقة وبئر علي وغيرها وبهذا الصدد دشنت الحكومة توزيع مئة قارب للصيادين المتذررين من الإعصار الدفعات القادمة بعد هذه المئة الدفعات التي إذا تمكننا بأن نهيئها للصيادين ستكون لنا قوارب مختلفة أكبر ومحرك أكبر إن شاء الله حتى تستطيع بأن تواجه الصعوبات المتواجدة نعدكم بأننا سنبدو الجهد سنبدو الجهد لاستخراج الدعم إن شاء الله من الحكومة وسأكون بعون الله مع أخي ووالدي في الحقيقة المحافظ في هذا الاتجاه إن شاء الله وبسبب عدم قدرة الشرائية لبعض الأشخاص لشراء القوارب للاستيادة الذي يعد المهنة الوحيدة لأهالي هذه المناطق لكسب لقمة العيش فإن هذه القوارب سيستفيد من مردودها أكثر من خمسمائة شخص نشكر الأخوة وزير الثروة السمكية كفاءة كفائين نشكر الأخ محافظة ومحافظة ومحال وكلاء نشكر الضيوف جميعا نقول الدعم اللي قدموا لنا تأمل ألا باستفادة الصياد لكون الصياد معدم وكل يعرف يعني أن الصياد تعبان وضبحان ونطلب منهم مزيدا فعلا من دعومات الصيادين سواء بمشارع سمكية سواء بدعومات أنتاجية وتعد هذه المرحلة الأولى للحكومة لدعم كطاع الأسماك إذ أفاد وزير الثروة السمكية الأستاذ فات كفائين أنه سيتم خلال المرحلة القادمة الدعم المكثف حتى تبدى الثروة السمكية بإعادة نشاطها الذي يرفد الاقتصاد الوطني حسن البوريك لكناة سوهيل قال وزير الثروة السمكية فات كفائين إن سفنا إيرانية تعمل على مضايقة الصيادين اليمنيين وتهددهم في المياه اليمنية ومنها مياه البحر الأحمر ودعا الوزير كفائين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إيقاف تجاوزات إيران الفضة ووقف تدخلها السافر في الشأن اليمني ودعمها لميليشيا الإرهاب الحوثية جاء ذلك خلال تدشينه مع محافظ شبوة توزيع مئة قارب صيد على صياد المحافظة افتتح محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لوار ركن فارس سالمين البحسني صباح اليوم بمنطقة الغرفة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون برفقة وكيل حضر موت لشؤون الوادي والصحراء صامح بريش الكثيري وتقدم البحسن بالشكر والتقدير والامتنان لرئيس الجمهورية عبد ربا منصور هادي الذي صدر في عهده قرار إنشاء الجامعة مؤكداً بأن التعليم يشكل بشكل عام والتعليم الجامعي والعالي بشكل خاص يحظى بأهمية كبيرة لدى السلطة المحلية بالمحافظة داعياً الحكومة إلى الإبقاء بالتزاماتها تجاه الجامعة كما وجه المحافظ البحسني باعتماد ميزانية الكلية للسنة الأولى لتسيير أعمالها والبدء في ممارسة نشاطها وأعلن أيضاً بأنه قد تم دعم الكلية بمبلغ 300 ألف دولار لاستكمال تجهيزاتها قبيل الافتتاح دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لوار روكن فرس سالمين البحسني برفقة وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء مشروع تسجير وتزيين شارع مطار سيئون الدولي بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وسينفذ المشروع غرس 4780 شجرة بمشاركة 31 عاملاً وأشهد محافظ حضرموت بأداء صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء حضرموت الذي استطاع القيام بمهامه بالشكل المطلوب كما أعلن عن تكريم مدير عام الصندوق عمر صالح سليم كتقدير لصندوق والعاملين فيه ومن أجل حثهم على بذل مزيد من الجهود في هذا السياق برعاية محافظ أبيان اللواء أبو بكر حسين سالم دشنت مؤسسة مساندة للتنمية وبالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الممول من الاتحاد الأوروبي فعالية أعمالها وأنشطتها المتعلقة بالطاقة الشمسية ومكوناتها بتنفيذ برنامج صناع القرار والتوعية المكرسة لأعمال التدريب والتأهيل للشباب وتوزيع المصابيح على الأسر في المناطق الريفية البعيدة عن خدمات الكهرباء وتوزيع الثلاجات الشمسية على المرافق الصحية وقطاع التربية والمياه ضمن برنامج تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني وقال مستشار التنمية المجتمعية للطاقة الشمسية التابع للبرنامج الإنمائي الأمم المتحدة عبدالله صرواح إن برنامج منظومة الطاقة الشمسية يدعم بشكل أساسي قطاعات الصحة والتربية والمياه في مديريات زنجبار وخنفر ولودر بمحافظة أبيان من ضمن برنامج تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني التابع للبرنامج الإنمائي للمتحدة والممول من الاتحاد الأوروبي في دعم محافظة أبيان في قطاعات الصحة والتربية والمكاتب الخدمية ومياه الشرب وكثير من المرافق الخدمية في محافظة أبيان تحديدا في مديريات لودر وخنفر يغوم البرنامج بالدعم المؤسسات والمراكز الصحية والمدارس ومياه الشرب بمنظومة الطاقة الشمسية من أجل خلق بيئة تعليمية في قطاع التربية وإيضا لدعم المرافق الصحية من أجل استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمواطنين في الريف خصوصا وإيضا عندنا مشاريع في مشاريع مياه الشرب أيضا عملنا مضختين واحدة في لودر واحدة في خنفر تدعم مشاريع مياه الشرب وأيضا توزيع الفوانيس للقرى البعيدة التي لا يوجد فيها كهرباء بشكل كامل والبرنامج يعني مستمر في الدعمه على مستوى ثلاث سنوات 2016 و2017 و2018 يقدم كثير من منظومات الطاقة الشمسية في هذا المقال وإن شاء الله البرنامج سيستمر بإذن الله نقول عامين قادمين من أجل استمرارية في دعم محافظة أبيان بشكل عام كونها تعتبر محافظة من كوبا من عام 2011 وإن شاء الله اليوم معنا حفل تدشين التابع لمؤسسة مساندة اللي هو الشريك المنفذ التابع لبرنامج الإنمان المتحدة اللي ينفذ موضوع عمل التوعية وقلسات صناع القرار وتوزيع الفوانيس وتوزيع الثلاغات أيضا عندنا لتوزيع الثلاغات التي تعمل بطاقة الشمسية من أجل حفظ اللقاحات للأطفال في أقلب المرافق الصحية في محافظة أبيان أنا أشكر مؤسسة مساندة التنمية على كل ما تقدمه من دعم ورعاية في المدينيات المستهدفة الثلاث وأنا بالصراحة في مدينة زنجبار أجلها كل الشكر والتقدير على كل جهودهم الذي يقدموها والدعمهم الألا محدود سواء في قطاع الصحة أو في منازل المواطنين نعنا في قطاع الصحة قدمتنا هذه المؤسسة منذ فترة طاقة شمسية لتنلاقي طاقة شمسية متكاملة للمركز الأموم والطفولة وقبل أسبوع قدمتنا طاقة متكاملة تنلاقي متكاملة طاقة شمسية الوحدة الصحية عمودية أثني على الأخوة في هذه المؤسسة على كل الجهود التي يبذلوها والذي يقدموها خدمة للمواطن في أبيان هذه المنكوبة المحاوضة التي تعرضت للتدمير والتهميش منذ فترة قامت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بالتعاون مع مركز الإرشاد النفسي بجامعة تعيز حفل استقبال للطلبة المستجدين بكلية التربية ومركز التعليم المستمر للعام الجامعي 2018-2019 وفي الحفل رحب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب رياض العقاب بالطلبة المستجدين وحثهم على المثابرة والاجتهاد في التحصيل العلمي فيما استعرض مدير عام الخدمات الطلابية بنيابة شؤون الطلاب عبدالله سرحان أهم الخدمات الطلابية التي تقدمها نيابة شؤون الطلاب أطلقت مؤسسة خطوات للتنمية المحلية بمحافظة شبوى أول برنامج للتدريب من مشروع حماية الأطفال والذي تنفذه على مدى الثلاثة الأشهر المتبقية من العام الحالي بتمويل من منظمة اليونسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودولة الإمارات وفاد ضابط برنامج تدريب حماية الأطفال بالمؤسسة المهندس صالح لقصا بأن برامج التدريب تستهدف تعريف 200 مشارك من رجالات القضاء والنيابة العامة ومنتسب الأجهزات الأمنية والعسكرية والمدنية والنخبة في مدنية عتق وميفع وردوم وبيحان أشرتنا انتهت وعود إلى أهم عنوينها ألوية العمالقة تتقدم في عدد من شوارع وأحياء مدينة الحديدة قوات الجيش الوطني تقترب من مركز مديرية باقم بصعدة أدوء حذر في دمت بعد يوم من انتكاسة ميليشي الإرهاب الحوثية للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت سوهيل دوت نت وعلى صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله